النهاردة التعليم رقمين بس سرعة يعني عرض التلاميذ في مصر النهاردة 23 مليون تلميذ في سنة عشرين عندي 23 مليون طالب 23 مليون طالب قد الدول العربية طلاب بس اللي في المدارس اللي احنا بنصرف عليهم تعليم وتباشير وكتب ودروس خصية يعني طرق شوئي الله يقويك والله والله يا الله يصعبنا عليك والله يا الله يقويك 23 مليون طالب 23 مليون طالب دخلنا ربع 23 يعني ربع عرض السكان طلاب في مدارس كل يوم بيروحوا وحصص وكذا الحصص وتعليم وامتحانات وتصحيح لو حصل واقع في مدرسة ما في اقصى صعيد مصر ولا اقصى بحر في مصر ولا فين ولا فين هتلحق انصب المشنقة لوزير التعليم يا عم ده عنده 23 مليون يا عم 23 مليون دي يعني ايه يعني على الضخم جدا ده وزير مسئول عن 23 مليون تلميز 23 مليون طالب ده رقم مهول مسئولية ضخمة جدا يعني مسئولية ضخمة جدا شوف تخيل من اول توفير الكتاب وتسجيلهم وحضرهم ونصرفهم واسلوكهم وسلوكهم داخل مدارس ده فيه المهم يعني انا عايز اقول كان 2015 كانوا 19 مليون 2015 19 مليون النهار 23 مليون يعني زدنا ايه زدنا اربعة مليون في كم سنة اربعة مليون طالب كم مدارس بقى وكم فصول وكم مدرس وكم معلم وكم وجب التخزية وكم كتاب وكم 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 عايز اقول ايه يعني في الاخر يعني عايز اقول لو لم نجد حل سريع وناجع وبالقانون للانفجار السكاني هنضيع تاني بقول لو لم يكن هناك اجراءات توعية اعلام وثقافة اظهر وكنيسة رجال دين ورجال مش دين وكل الناس لابد ان المواطن يعرف ان هنا عندنا مصيبة عندنا كارسة اسمها الانفجار السكاني الستات اللي مش عارفين ياخدوا وسائل منع الحام لازم اروح لهم الناس اللي بيقول لك العيال عزوة اللي اتق الله حرم عليك اللي يقول لك تناسلوا تنكحوا تكاثروا فاني مباهم بكم اقول له حدك مش فاهم لا حديث ولا تعرف النبي خلينا نواجه لانه الكلام اللي موجود ده خطير جدا ان عندي 23 مليون طالب ده دي ما فيش دولة في العالم تقدر تتحمل هذا